عرض قوي وشرفنا كلنا صحيح وشرفنا كمان نادر 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 نور الدنيا حبيبي نور ببساطة مبارح من مصر قدام الجزائر بنسبة كم في المية؟ يعني بنسبة 80% صحيح مباراة حياة أولى أروح هنتكلم عليها وبما أن احنا بدأنا الكلام خلينا نبتدي الأول بالبطولة العربية بما أنها الحدث اللي همنا أكتر كمصريين طبعا وخصوصا بعد تقلق المنتخب المصري هتدي معاك نادر إزاي شفت أداء المنتخب المصري وإيه أهم مكاسب المباراة اللي حققتها مصر مبارح من التعادل قدام الجزائر خلينا نبدأ من حيث ما أنت انتهيت من ناحية أننا استعدنا شخصية وشخصية في الملعب وشخصية والروح للقتلال اللعيبة والجرينتا اللي كانت موجودة عليهم كلهم كنا بنشوف اللعب لما بيضيع فرصة أو لما اللعب بياخد إنذار أو لما كان لعب بالكرة كانت بتطول عليه بتلاقي في جرينتا وحمية عند المنتخب كنا مفتقدينها لفترة اللي فاتت تعال نرجع للهدف اللي سجلوا منتخب مصر من بدايته أصلا أكرم توفيق كرة كانت فين كرة كانت ميتة بيروح بيحي الكرة رغم إنه كان بعيد عن الكرة بمسافة مش قليلة راح بيحي الكرة بتطلع ركنية الركنية بتتلعب بناخد منها ضربة جزاء بنسجل منها هدف التعادل اللعيبة بشكل عام كان ظاهر عليهم الروح والإصرار على مدار التسعين دقيقة قد يكون عندي بعض التعليقات الفنية مش عايز يعني أخصف بالانتصار لحقناه بس كان هو أحسسه إنه هو مش أنت صوت عادل بس أحسسك إنبارح إنك رادي وكما لو أن الفريق فاز في المباراة الفوزنا بالإنذارات يعني الأفضل من ناحية اللعب النظيف بس اللي أنا عايز أتكلم فيه هي فكرة إن عند كيروش المفروض يعني يهدى شوية إحنا شوفنا شريف لما تنقل مهاجم ومروان تلع ولعب بالتشكيل الطبيعي وبالطريقة الطبيعية اللي تكلمت بيها المرة اللي فاتت لا ما أعطكش عايز يبتدي بالطبيعي غريبة بالنسبة لي ده الحاجة الوحيدة اللي أنا كان عندي عليها تعقيب ولكن قدري يعالج دفخ من خلال شرط التاني تغييرات كانت مكان الإصابات اللي حصلت في شرط الأول أحمد ياسين خامة مبشرة جداً مش عايزين نكبر الموضوع ونأفور إن إحنا شايفين لعب مختلف بس هو فعلاً هو لعب كويس لعب كبدايات كبدايات كويس وعنده سيكا في نفسه قد يكون عنده بعض الحاجات اللي ظهرت عليه في البداية بس طبعاً رهبة الماتش إنك بتلعب الجزائر وفي حضور العدد ده من الجماهير أخذ بالك نص العيبة دي ما فيش خبرة دولية بالضبط وبعدين أنت بتلعب ماتش يعني مصر الجزائر ده أي لعيب يعني أي لعيب حتى لو كان خبرة كبيرة ماتش تقيل بجانب أن منتخب الجزائر نفسه الفرقة اللي كانت موجودة دول دول منهم لعيبة كتير من القوام الأساسي بس يعني ما عنديش حاجة تانا قدر أقولها غير إن إحنا فعلاً اكتسبنا منتخب صاحب شخصية قوية لا أخف عليه في المستقبل تمام